بماذا يكون قيام ليلة القدر ليلة القدر ليلة فاضلة قد قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وليلة القدر هي في العشر الأواخر من شهر رمضان وتتأكد في ليالي الويتر وقيامها يكون بأنواع الطاعات ومنها عبادة الاعتكاف وعبادة الصلاة والذكر في أثناء الصلاة فهذه أمور تشرع أن تفعل في ليلة القدر وهكذا يشرع للإنسان أن يكثر من الدعاء كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علينا الصيام كان كما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله رأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفوة فاعفو عني ترجمة نانسي قنقر